وينضم إلينا مباشرة من مدينة شرم الشيخ يوسف عبدين موفد التليفزيون المصرية يوسف عبدين يعني بعد التحية وفي البداية طبعا يوسف كانت الجلسات مذوءة صباح الباكر والفعليات الحياة منصبة من جانب الحضور ومرتكزة على فكرة إقامة صندوق للخسائر والأضرار خصوصا تحدث الحاضرون من الدول الأقل نموا خصوصا السنغالة التي كانت ممثلة لهذه البلدان عن ضرورة الإسراء في إنشاء هذا الصندوق كيف ترى إذن ردود الأفعال من جانب الدول الحاضرة بقوة اليوم بأهمية ودور المجتمع المدني في إجراء واتخاذ إجراءات سريعة من أجل تحقيق ذلك أحييكي دينا وفي البداية كما أشرت إلى مسألة تعويض الخسائر والأضرار ربما كانت هذه هي المرة الأولى التي تمت الإشارة إلي إلى هذا الموضوع في قمم كوب موضوع الخسائر والأضرار هو متعلق بشكل مباشر بمسألة التمويل وربما أشرنا بالأمس إلى إطلاق مبادرة الدرع الحامي للكوكب والذي يتضمن وصول التعويضات المباشرة والسريعة والأمنة إلى الدول الأكثر فقرا والأقل نموا والأكثر تضررا من تبعات التغير المناخي اليوم كان هناك تركيز كما أشرت دينا على دور المجتمع المدني في مجال الطاقة الطاقة هي أكثر القطاعات أو أحد أكثر القطاعات المسببة للتغيرات المناخية والإنبعاثات الحرارية وكما يعلم الجميع أن العالم الآن وفقا للأزمة الروسية الأوكرانية يعاني من أزمة الطاقة وهو ما دعا العديد من الدول إلى توفير وتأمين احتياجاتها من الطاقة في الوقت الذي يتوجب عليها فيه أن تتحول إلى الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة والطاقة النظيفة كما هو معلومة بالأرقام أن مشروعات الطاقة المتجددة استحوذت العام الماضي على 80% من نصيب مشاريع الطاقة ولكنها لم تنتج سوى 5% فقط باعتبارها مشروعات ذات جدوى طويلة الأمد من هنا كان أهمية أن يكون هناك يوم للطاقة في فعاليات كوب 27 قمة التنفيذ القمة التي حملت على عطيقها إلزام كل الدول المتقدمة والكينات الصناعية الكبرى للوفاء بتعهداتها ناحية الدول الأقل نمواً والمتضررة أكثر من التغيرات المناخية ولعل هذا هناك إشارة مباشرة إلى الدول الأفريقية التي تتحدث باسمها مصر اليوم بدأ بجلسة رفيعة المستوى لخفض الانبعاثات وتحسين التكيف العلاج الخسائر والأضرار وهو أمر مهم تم التركيز عليه كثيراً وتعهدات بزيادة التمويل الرئيس المعين لهذه القمة السيد سامح شكري وزير الخارجية أرسل رسائل عدة خلال الجلسة جلسة الشق رفيع المستوى من بينها ضرورة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة وضرورة التحول نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر وما لها من فواد اقتصادية من المعلوم أن التركيز على شركات القطاع الخاص مع الحكومات في مشروعات الطاقة المتجددة استحوذت على الكثير من المناقشات خلال الجلسات في الأيام الماضية من هنا كان لابد من التركيز مرة أخرى في يوم الطاقة على الاستثمار في مشروعات التحول إلى الهيدروجين الأخضر وما له من فوائد اقتصادية جمع الرسالة الأخرى كانت أن يكون هذا التحول إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر تحول عادل أخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للدول الأفريقية الأقل نموا والأكثر فقرا والأكثر تضررا كما يشير دائما من تبعات التغير المناخي القرى الأفريقية دينا حتى تتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتوصل الكهرباء إلى 600 مليون شخص أفريقي تحتاج إلى تريليون وهذه الأرقام معلنة من قبل المسؤولين تحتاج إلى تريليون دولار سنويا وهو عشر أضعاف ما تم التعاهد به في قمة كومينهاجن حتى يتم التوصيل الطاقة إلى 600 مليون مواطن أفريقي للأسف التعاهدات لم تفي بها سوى سبع دول متقدمة من أصل 23 دولة أيضا اليوم ومن ضمن فعليات اليوم كان هناك إطلاق لمبادرة الانتقال العادل للطاقة في أفريقيا لأن القرى الأفريقية هي أكثر القرى أكثر القرات عفوا تضررا من التغيرات المناخية ولذلك كانت هذه المبادرة تصبف مباشرة في صالح القرى الأفريقية هذه المبادرة تهدف إلى توصيل الطاقة إلى 300 مليون أفريقي بحلول عام 2028 المبادرة أيضا تهدف إلى التحول السريع للطاقة الخضراء بنسبة 25% بحلول عام 2028 وبنسبة 100% بحلول عام 2063 من 5 دول إلى 10 دول أفريقية سيتم تحديدها وفقا لمستوى استعاب كل دولة الجلسات مستمرة على مدار اليوم دينا لمناقشة أهم الموضوعات وموضوع من أهم الموضوعات في هذه الفعالية فعالية قمة التنفيذ للخروج بحلول وإجراءات مؤكدة وسريعة وآمنة للتحول إلى الطاقة المتجددة وما لها من فوائد اقتصادية هذا كل ما لدينا اليوم دينا وعودة إليك مرة أخرى نعم يعني يوسف وسريعا تم الارتكاز اليوم إلى مبدأ السلامة البيئية بين الحاضرين في العديد من الجلسات وتحدثت منذ قليل عن ما يحدث في القرى الإفريقية إذن كيف يمكن من وجهة نظر الحاضرين تحقيق المعادلة بين توجيه القرى الإفريقية نحو التنمية المستدامة وفي نفس الوقت التوقف عن الكوارث البيئية التي تحدث يوما بعد يوم في إفريقيا بسبب عدم التزام الدول الصناعية الكبرى بالمشاريع والإجراءات وأيضا البحث عن الوقود الحفوري والبحث عن النفط وكل ذلك رغم أن جميع مماثلي دول التحاد الأوروبي تحدثوا اليوم عن أنهم يسيرون في المطار الصحيح نحو استخدام الطاقة نظيفة والبعد عن الوقود التقليدي هذا ما أشرت إليه في بداية كلامي دينا عن المشكلة التي تواجه الدول الصناعية الكبرى في تأمين احتياجاتها من الطاقة وربما كان هناك إشارة في هذا الصدد إلى العودة مضطرين إلى الوقود الحفوري وهذا يتنافى مع ما تنادي به هذه القمة ومن هنا كان الحديث عن المشكلة التي تواجه هذه الدول سواء توفير الطاقة من تأمين احتياجاتها من الطاقة وضرورة التزامها بالتحول لمشروعات الطاقة الخضراء والطاقة المتجددة وأيضا أشارنا في بداية حديثي عن مسألة خفض الامبعاثات الدول الأفريقية ليست مسؤولة بالقدر التي هي مسؤولة عنه الدول المتقدمة في مسألة الامبعاثات الحرارية والكربونية ومع ذلك هي تتضرر كثيرا من هنا الفيضانات والكوارثة التي تحدث يوما بعد يوم كما أشارتي الدول الأفريقية تتضرر منها وليست تتسبب فيها ومن هنا كانت التأكيد على مسألة السلام البيئي الذي تسألين عنه هو متعلق مباشرة بمسألة التحول إلى الطاقة النظيفة والتحول العادل كما أشار وأكد السيد سامح شكري الرئيس المعين لهذه الدورة على أن يكون التحول العادل أخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول الأفريقية ومن هنا كان الحديث عن التمويل التمويل إما تمويل مباشر لهذه الدول لتعويض الأضرار والخسائر وإما مستغلال ما تملكه هذه الدول الأفريقية من ثروات ومن مؤهلات تجعلها من الممكن أن تكون هذه المشاريع مشروعات الطاقة المتجددة من الممكن إقامتها على أرض هذه الدول ولكن تحتاج إلى تمويل وتحتاج إلى مساعدات وتحتاج إلى مساعدات إما مالية وإما لوجستي نعم أشكرك جزيل الشكر يوسف عبدين موفدنا إلى مدينة شرمش